اشتركوا في القناة وان الحكومة ان لم تتمكن من معالجة هذا الملف فان تداعياته ستكون كارثية على البلاد خصوصا وان الفارقة بين السعر الرسمي والموازي كبير جدا وشيرينا الى وجوب الاتفاق مع البنك الفيدرالي الامريكي ومعالجة هذا الامر بشكل عجل كشف خبراء اقتصاديون عن عدة مصادر مالية رئيسة لتغطية رواتب الموظفين في كردستان العراق وبحسب الخبراء فان كردستان العراق يعتمد على القرض الاتحادي والبالغ 700 مليار دينار ويرادات داخلية تقدر بحوالي 346 مليار دينار اضافة لـ 28 مليار دينار كدعم مقدم من قوات التحالف الدولي الى البيشمرغة لتغطية رواتب الموظفين في كردستان العراق بررت لجنة الاقتصاد البرلمانية استيراد العراق للمواد من ايران دون الدول المجاورة الاخرى بسبب مقالة اسعارها التي تعتبر متدنية مقارنة بالمواد المستوردة الاخرى وقال عضو اللجنة علي المكسوسي قال انه لا يوجد اي دافع سياسي بقضية استيراد العراق للمواد الغذائية المختلفة من ايران وغيرها من المواد وان السوق العراقية ليست حكرا على اي دولة مضيفا ان سبب الاقبال على شراء البضائع الايرانية سواء الغذائية او حتى الاخرى من اجهزة الكهرباء ومواد البناء هو نتيجة الوضع الاقتصادي لكثير من المواطنين والذي يدفعهم نحو البضائع الايرانية بسبب سعرها القليل على حد تعبيره اعلنت شركة لوك اويل الروسية عن زيادة انتاجها بشكل تدريجي في العراق ليصل الى 800 الف برميل يوميا وقالت الشركة ان الاتفاق ينص على شروط افضل وتمديد عقد الخدمة لمدة عشر سنوات ليصل حتى عام 2045 وان الاستثمارات في متواصلة في تطوير المشروع وتعتبر الشركة المشغل اللي حقلي غرب القرنة اثنين بحصة تبلغ 75% وتبلغ الطاقة الانتاجية للعراق اقل من 5 ملايين برميل يوميا لكنه يسعى الى تعزيز هذه القدرة الى 7 ملايين برميل يوميا في العامين المقبلين بمساعدة شركات النفط العالمية اعلنت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان صادرات العراق النفطية لامريكا ارتفعت خلال الاسبوع الماضي واظهر احدث جدول للادارة ان متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت 5 ملايين و 645 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 392 ألف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5 ملايين و 253 ألف برميل يوميا والآن هذه الانتقال السريع مشاهدين الكرام الى اسعار الصرف العمرات الاجنبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله اشتركوا في القناة